وفي ملف دعم فلسطين يواصل مطار العريش الدولي استقبل المساعدة من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة استقبل المطار اليوم طائرة مساعدات إماراتية على متنها 20 طن من المساعدات الغذائية وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها 21 طن من المساعدات الغذائية وأوضح مصدر بالمطار أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المأخاز اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري وذلك بالتنصيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اشتركوا في القناة